خبر مهم جداً 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 طازج من المخبازة طبعاً بشرة سارة لا تروحوش هقول لك بخبر قوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحباء فيديو جديد قصير سريع باختصار لدينا مدرب أجنبي جاي في غضون الشهر القادم لتدريب المنتخب الوطني طبعاً هيكون طاقم أجنبي متكامل يقود دفة التدريب للمنتخب اليمني الأول من أجل تحقيق نتائج إيجابية يبقى السؤال المهم في هذه الليلة ما الذي يمكن أن يقدمه المدرب الأجنبي أو هذا الطاقم التدريب الأجنبي من نتائج طيبة للمنتخبات في ظل إيقاف الدوري في ظل عدم وجود تجمعات لخوض منافسات في الأندية اليمنية من أجل هذا المدرب يستطيع أن يحصل على نخبة اللاعبين اليمنيين وإضافتهم إلى المنتخب اليمني كيف يمكن أن اليوم يساعد اتحاد كرة القدم وأيضاً وزارة الشباب والرياضة هذا المدرب ليقوم بدورة على أكمل وجه تساؤل منطقي مهم للغاية يجب اليوم على الاتحاد وأنا اعتقد جيداً بأن هذا الأمر في البال أن هذا الأمر في الحسبان سيكون هناك خطة سريعة مستعجلة لما أن يأتي الطاقم التدريبي الذي سنعرف منهم ومن أي بلد خبراتهم إمكانياتهم بعد أن تسحب أن يتم سحب القرعة في غضون الأيام القليلة القادمة التي سيكون متخبنا في إحدى المجموعات في التصفيات القادمة حبيت كذا على شكل سريع أوصل لكم المعلومة وياليت تكون وصلت بالشكل المطلوب وأراكم بمشيئة الله تعالى في فيديو آخر لنتابع مستجدات هذا الموضوع بشكل أسرع بشكل أدق بمعلومات واضحة ودقيقة شكراً لكم ألتقيكم في فيديو قادم إذا لديكم ملاحظات استفسارات آراء يشارفني كثيراً أراها في التعليقات باللقاء